من معلومات الخاصة عن شركة مصر التيران انها كانت شركة بتخسر يعني شركة مصر التيران انا بكلم عن معلومة شخصية انها كانت شركة بتخسر اسفجأة رئيس الشركة القبضة للتيران اللي هو المسؤول عن الشركة الوطنية مصر للتيران وده منصب يعني مهام وشرف كبير لأي طيار ان هو يكون رئيس لهذه الشركة ومصر التيران فيها ميزة انه عندما تصبح رئيسا للشركة فانت دائما تفخر انك ابن من ابنائها واحد طياريها قال ايه بقى فاندم قال ايه لرئيسه وهو وزير التيران وقال ايه للشعب المصري قال لأول مرة الشركة بيبلغ صاف الربح المجمع لها عن الستة اشهر الاولى من العام المالي 18-19 951 مليون جنيه يعني مصر التيران اللي كانت بتخسر في النص الاول من السنة المالية كسبانة 951 مليون جنيه اقربنا على المليار يعني ترجمة نانسي قنقر